كما التقى وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف مدير قسم السياسات وأنشطة التعلم مدى الحياة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية اليونسكو ذلك على همش أعمال مؤتمر أسبوع التعلم الرقمي 2024 المنعقد بفرنسا حيث استعارت الوزير ما تم إنجازه في محور تعليم الكبار ومحو الأمنية أو محو الأمية من خلال الاستراتيجية القومية لمحو الأمية في مصر ومركز سرسليان الإقليمي لتعليم الكبار التابع لليونسكو فضلا عن مستجدات التحول الرقمي في تعليم الكبار ومحو الأمية في مصر